وصلت الدفع الثالثة من لقاحات سينوفارما الصينية إلى المطار الدولي الرئيسي في موريشيوس وقد جرى تسليم الدفع الأولى في أوائل إبريل والدفع الثانية في أواخر مايو ومن المتوقع أن تكمل موريشيوس تطعيم 60% من سكانها البالغ أعددهم حوالي 1.3 مليون نسمة بحلول نهاية سبتمبر حيث تأمل في إعادة فتح حدودها وتحقيق منعة القطيع وحتى الآن سجلت موريشيوس أكثر من 1800 حالة إصابة بكوفيد-19